وهو كيف تشوف أنت كمهتم بالصناعة واقع الآن الصناعة الالعاب الإلكترونية عندنا في السعودية وتطويرها لأنه أكيد أنت لما تتكلم عن المستقبل لازم تبني تعرف خط الأساس الذي تنطلق منه من خلال معرفتك بواقعك شون واقعنا العامل لنا الآن نحن نتكلم عن أكثر من 21 مليون ونص مهتم و لاعب للرياضات الإلكترونية أو للعاب الإلكترونية بشكل عام يشكلون نسبة 67% من عدد سكان المملكة رقم جدا كبير فوق النص هؤلاء هم خط الأساس هؤلاء هم اللي تبني عليهم أنت لما عندك هذا الرقم الكبير أكيد رح تبني عليه أكيد رح تشتغل عليه رح نصن على الألعاب اللي رح تروج الثقافة السعودية رح تدعم الثقافة السعودية ألعابنا لنا و منا و فينا ما يتمر لنا شيء ما يمر لنا شيء والله يصير التصنيف واضح تصنيفاتنا وحدة مو زي الآن جلسين والله نعاني بالتصنيفات فعلا والله الحمد حاليا الآن في تصنيفات خاصة فينا أول كانت تصنيفات الألعاب كانت على الثقافة اليابانية على الثقافة الغربية بشكل عام والجنبية بشكل عام اللي سبقونا اللي سبقونا فيها الآن تصنيف الألعاب لا تصنيف سعودي نحن اللي نصنف الألعاب هذه اللعبة تنفع لعمر كذا كذا بس السبقونا يمكن نسبقهم نقدر ليش لا وش اللي ينقصنا طيب والله حاليا لا يوجد شيء معين ينقصنا الآن اللي ينقصنا العمل البدء الجدية نحن في عدة أشياء في صناعة الألعاب وفيه اللي هو الرياضات الإلكترونية اللي هو الاحتراف اللي هو صناعة المحتوى في الاحتراف في صناعة المحتوى أنا أقدر أقول لك إيش الأشياء اللي ممكن تنقصنا لكن في صناعة الألعاب لا أقدر صراحة أفصل طيب صناعة المحتوى طيب في صناعة المحتوى أو في البطولات أو اللعبين المحترفين نقصنا الاهتمام الزائد واللاعب في نفسه نقصنا اهتمام الصانع المحتوى الزائد في نفسه تركيزه استمراريته جديته بالأمل خلاص ما يأخذها هواية يأخذها احتراف يأخذها عمل وهذا الشيء الذي يضر لعبين وصناء محتوانة البعض منهم طيب لازم يكون يعرف بالبرمجة يشتغل في صناعة محتوى للعب الإلكترونية لا أبدا ما يحتاجه وش المهارات اللي يحتاجها أول شيء الظهور الكلام الطلاقة هذه أنا أتكلم لك على كصانع محتوى